طبعا هناك شعر صوفي يكني عن الله بليلة أحيانا في بعض الصوفية يكني عن الله بليلة طبعا هذا الكلام أيضا مرفوض ولو كان شعرا صوفيا ولو كان قاله من قاله هذا الكلام مرفوض تماما في شعر صوفي مثلا أحيانا يعني هو قد يكون لشعر قديم مثلا من الشعار الجاهلية الغزلية ثم يعني يقوله الشعر الصوفي يوجهه لله إذا ما كان في ألفاظ تصف الله بالبشرية ما في مشكلة لكن إذا مست هذه الصفات نزاهة الله عز وجل أو تنزيه الله عفوا تنزيه الله عز وجل لا هذا الكلام لا يجوز حتى لو كان مما كان قاله تماما يعني هي مسألة كتير مهمة حتى ابن الفارض يعني في عنده كلمات فيها هذا المعنى فهذا يعني كلام غير مقبول ومرفوض أبدا شكرا